أولا نبدأ بخبر نذكر فيه قد علناه بالأمس اليوم نعيد التذكير فيه بأن اجتماعات مكثفة تجري غدا في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم لعدد من الجهات في الاتحاد وذلك بخصوص الايحة للضباط الجديدة التي أرسلت قبل فترة بعد تعديلها من قبل اللجنة الخاصة أرسلت إلى الأندية غدا سوف يكون هناك اجتماع أولا مع بعض المسؤولين في اللجان وبعد ذلك اجتماع مع مسؤولي مندوبية ومثلي الأندية لإبداء الملاحظات الأخيرة على اللائحة ثم بعد ذلك الاتجاه إلى صيغة إهائية لإقرارها من المتوقع أن يكون إقرار لاحة خلال أيام وبالتأكيد ربما تطبيقها خلال الموسم القادم هذا ما يخص الخبر الأول